لم يعد التنافس بين قوى العالم عسكريا بحسب عدد جنود جيوشها هنا تتوك آلة الحرب أي شكل للحياة لكن أرقم الربح والخسارة التي كانت تهدد جيوش العالم بالمواجهة مع الأعداء باتت اليوم أشد خطرا لكن بتهديد تشنه الطائرة المسيرة على أرواح ومعدات تلك الجيوش النفوذ النووي والعسكري بين زعماء العالم تحول إلى استعراض الطائرة المسيرة الانتحارية والهجومية منها والتي جعلت تحقيق مكاسب لها بدعب مستخدميها بطريقة أسهل في أي وقت ومكان العرق الذي شهد عشرة الهجمات بطائرة مسيرة عرف انتج بعضها بتصناع إيراني تواجه أيضا مصاعب مواجهة طائرات باتت تهدد سيادة البلاد لذا تحركت قيادات جيوش العالم والتصنيع الحربي في دول كبرى منها فرنسا على سبيل المثال بحسب تقرير وثقته الوكالة الفرنسية إلى إصدار معدات للوقاية من المسيرات الصغيرة التي ارتفع عددها في فرنسا مثلا إلى أكثر من مليونين ونصف خلال السنوات الخمس الأخيرة لكن الوقاية شبه مستحيلة بحسب خبراء عسكريين في العراق واليمن وسوريا الدول التي تتعرض لأكبر هجمات مسيرة تحركها ميليشيات خارجة على القانون قد تضطر إلى تغيير تكتيكها العسكري في المواجهة كما تفعل أوروبا بالبحث عن استخدام أنظمة اعتراض خاصة بمضاد الطائرات المسيرة وعلى الرغم من أنه لا يوجد حل سحري لمواجهتها نظرا لقدرتها على اختراق الرادارات إلا أنها أصبحت شغل العالم الشاغل اليوم إلى درجة أن دولا من بينها عربية وغربية تفكر ماليا في أن تكون المسيرات ضمن تعداد جيوشها وعدادها تماما كما استبقت أمريكا وروسيا وإيران وتركيا وميليشيات عسكرية بتصنيع آلاف منها وأصبحت عامل تهديد أمني في المنطقة ولعبة تغيير نتائج المغارك في الميادين سيما في الحرب الروسية الأوكرانية الجارية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة